السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعة أربعة تشرين الثاني أكتوبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورحضا الموجود في برج الجوزاء لغاية الساعة 12 و 31 دقيقة من ظهر يوم الغد الخميس لينتقل القمر بعديها لبرج السرطان طبعا القمر موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 12 و 16 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الأربعاء لينتقل القمر بعديها لمنزلة الذراع وهي منزلة وجيدة وصالحة لكل شيء طبعا القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء معناته برضو اليوم شعور بالنشاط أكثر من يوم أمس ورغبة في التحرك وفي شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن ممكن نتقلب بأفكارنا أفعالنا أقوالنا لأنه شوي تقلب المزاج من صفات برج الجوزاء فبينعكس هذا الشيء على جميع الأبراج وممكن تكون هاي يعني برضو الفترة بيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال لإلنا علينا إكمال أعمالنا أو اتصالاتنا في هاي الفترة نحاول أنه ما نشغل حالنا بأمور غير مجدية هاي الفترة ممتازة لأخذ الدورات أو تعلم شيء جديد أو لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين زحل هاي زاوية بطيئة تأثيراتها من اليوم اللي هو أربع عشرة ورح تستمر تأثيراتها لأيوم خمسة عشر عشرة ذروتها يوم عشر عشرة للساعة ستة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للإكتئاب ونزعات مع محيطنا والأهم على المستوى العاطفي لأنه بما أنه في غيره وحب تملك واكتئاب معناته بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة لغير رجع بهاي الفترة وخصوصا اللي بيكون ما فيه توافق أو إنسجام فيها أو بتكون في بدايتها طبعا بالنسبة لدوليا بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة وصناعات الثقيلة وصناعة الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على الموظفي في هذا القطاع وبرضو بتخلل من عطائهم بعض المؤسسات المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك بتعرف نوع من أنواع الاضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير وبرضو بيعانوا اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد من التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الوحيدة اليوم مع القمر وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 12 وثلاث دقائق بعد منتصف هذه الليل اللي هي الثلاثاء على الأربعاء فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسي خلال هذا اليوم طبعاً عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائي والرئتين واصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هدول اللي بصير فيهم مشاكل اليوم وبكونوا أكثر حساسية فعشان هيك اللي بيشعر بأي شيء غير اعتيادي يراجع الطبيب أو يعمل الفحصات اللازمة لهاي الأمور طبعاً عمليات جراحية كبرى ما بنصح نهائياً لهاي الأعضاء ولكن إذا كانت اضطرارية بالنسبة لباقي عضاء الجسم طبعاً ما فيه أي مشاكل لإجراء أي عملية جراحية دون هاي الأعضاء مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر زي ما حكينا بما أنه موجود في برج الجوزاء ويوم الغد الخميس في عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 36 دقيقة من صباح يوم الخميس بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة 12 31 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيش بانتقل بعدها القمر وباستقر في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره 20 يوم في تمام الساعة 4.49 دقيقة مساء بصغير عمره 21 يوم نسبة الإضاءة 71% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 15% القمر في الجوزاء حتى يوم 15 سعيد الآن بنسبة 15% ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% عطارد في العذراء حتى يوم 15 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 منتحس بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4 11 منتحس بنسبة 15% وأورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6 12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11 10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والتجارة والتسويق والدراسة بكل المجالات حتى على المستوى العاطفي حاولوا بس انكوا تفاوضوا بثقة وجراءة حاولوا الدفاع عن مواقفكم عن قضيتكم ولكن بدكوا تتجنبوا الكلام اللاذع ممكن انك ما ترتاح اليوم بسبب كثافة الاعمال او الالتزامات او المطلوب منك او من كثرة الحركة فحاول انك تباكر لعملك ما تعرض نفسك للارهاق الكثير بتتميز اليوم انت بالنشاط العالي وممكن تسمع جواب كنت بتنتظر بالفترة الماضية ولكن برضو بدك تنتبه اثناء قيادتك للسيارة من المخالفات او من الحوادث الغير مدروسة فما في داعي للمجازفات وانتبه من المصاريف برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم اليوم التركيز على الامور المالية فعشان هيك ممكن تحصلوا بعض الاموال اللي بتيجي من عمل اضافي او مسترد تهبات الطالب بحقوق لا اليك الاجواء جيدة وداعمة على مستوى هذا العمر ولكن بدون مصاريف الزيادة وبدون مغامرات مالية فاليوم بتنهمكم بضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تهتم لوضاع مالية او تخوض تجربة مهمة تمتحن فيها موقعك وخبرتك لا تجازف بأموالك ولا باستقرار وضعك المالي حاول قدر الامكان انك تدير بالك من المنافقين او النصابين او المحتالين ورتب وضعك المالي بدون مجازفات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا الاجواء جيدة جدا اليوم احسن واحسن لان القمر استقر تماما عندكم فعشان هيك اليوم الطاقة الزيادة والنشاط الزيادة فهذا الاشي بعطيك دافع كبير للانطلاق وبرضو مرح جدا ومحبوب من الجنس الاخر وعندك قدرة اليوم على مواجهة مشاغلك وانجاز الكثير من اعمالك بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات من كثر الالتزامات اللي عندك فعشان هيك بدك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الامور حدد اهدافك واولوياتك وباستطاعتك استعادة موقعك او المواقع اللي خسرتها في الايام الماضية وتنجز الكثير برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب وبما انه موجود في بيت المتاعب معناته الوضع يغرث له يعني الوضع انتو لا تحسد عليه احنا طبعا بعديكو يعني الاسود فعشان هيك هذا وضع بتكو تتحملو لغاية ظهر يوم الغد بالتعب بظل مصيدر نفسية متقلبة نفسيا مش مرتاح حاولوا انكو تضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم لانه الفترة هاي فيها نوع من انواع الركود والتأخير في سير الامور حاذروا من التراجع الصحي والمعنوي استرحوا بعيد عن الاضواء لا تختلقوا الاعذار للهروب من المسئوليات والمهمات فعشان هيك اعملوا بشكل روتيني بس بدون ما تتخذوا او تبدأوا بشيء جديد برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا اليوم بدك تنشط غصبة عنك اليوم بدك تحاول تتمم كل الامور المهمة والالتزامات المهمة والاشياء اللي انت ملزم حالك فيها او الاشياء المطلوبة منك لانه اليوم هي الفرصة انك انت تتمم هاي الامور لانه القمر يوم الغد ظهر يوم الغد بده ينتقل للسرطان فبيبلش يضغط عليك ومندخل في مرحلة صعبة جدا فيها كثير من الاشياء اللي ممكن انها ما تمشي فعشان هيك استغلوا اليوم بنشاطك الاجتماعي وعلاقاتكم مع اصدقائكم بينهم يساعدوك في بعض الامور او اتمام بعض الامور هذا اليوم مناسب لطلب الاستشارة والتأييد من بعض الاشخاص اهم اشي انك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات ابتستعيد حماستك وحيويتك مع القمر انه مشكل زاوية تثليث فهذا بعطيك طاقة كبيرة اليوم وبتشوف انه الامور فيها نوع من انواعي السهولة والظروف جيدة وفي احداث ايجابية برج العذراء من نسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود في البيت العاشر يعني بيت السمعة فعشان هيك بتكو تحافظوا على سمعتكم هذا اهم شيء حتى لو حد حاول يشوي سمعتكم او يتهمكم عاولوا ما تعملوا ردات فعل صعبة اليوم عشان ما تنيلوا الامور وتكبروها اجلوها انجزوا بس الاشياء اللي مطلوبة على مستوى العمل بدقة كاملة يخليوا علاقاتكم مع مسؤولينكم ممتازة جدا قدم افضل شيء عندك اليوم لانه اذا قدمت هذا الشيء ممكن تكون ملفت للانتباه يجيك ترفيع او ترقيه او تحرز نوع من انواع التقدم اهم شيء انك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن يكون فيه قلق حول لقاء او وضع احد افراد الاسرة يعني اذا كنت جاهز فترة ممتازة جدا ممكن تحقق منها كثير من الاشياء الاجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر موجود في البيت التاسع يعني نشاط وحركة واتصالات وحوارات وامتحانات ومقابلات وعاطفة ومكاسب مالية على مستوى استراد وتصدير وايضا اوراق ومعاملات قانونية وامور الها علاقة بالهجرة او السفر فالاجواء جيدة او مع اشخاص خارج البلاد هاي الاجواء كلها فيها ايجابيات اليوم فعشان هيك اللي عنده امتحان او عنده مقابلة صحيح انه منقوله لازم تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضود ولكنها فترة ممتازة يعني بدعمك الحظ في هاي المسألة اه برضو ممكن اليوم تتلقى خبر من خارج البلاد او من جهة غريبة حاولوا تسهيل اموركم اه ممكن تهتم بثقافة مختلفة الامر اللي بيشجعك للانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا ادخلوا تعديل المطلوب على اموركم المالية المشتركة وما تسمحوا لأي شخص انه يشكك بقدراتكم القمر موجود في البيت الثامن يعني الاموال اللي معك شريك فيها بنك شريكك ضريبة شريكك ميراث معك شريك الزوج والزوجة شركاء في المال فشريكك بالعمل هاي الاموال اسمها اموال مشترك اليوم الاهتمام رح يكون في هاي المسائل حتى للديون اللي انت مدايين على شخص هاي اموال مشتركة او مستقرض من اشخاص اهتمامك رح يكون على المستوى هذا فعشان هيك اللي بده يقدم لك قرض بنكي او معاملة بنكية او ينهي خلاف مالي او يطالب بحقوق لالو فهذا اليوم المناسب لهذا الامر حاول انك ما تكون جارح بكلامك فاوض بهدوء ودبلوماسية كن حريص على حقوقك ابتتحسن الاجواء وممكن تحصل على فرصة مناسبة تبرر من خلالها اخطائك برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا القمر موجود مقابلكم تماما لغاية ظهر يوم الغد فعشان هيك بتظل الفترة هاي جيدة لتعزيز شراكاتكم سواء مع شركاء العمل او مع شركاء العاطفة او ما بين الازواج القمر لما بيكون مقابل دائما بعطي طاقة يعني بسحب طاقة البرج فعشان هيك طاقتكم ضعيفة الا انه اليوم لانه بشكل زاوية تثليث فرح يعطيكم شوية طاقة ايجابية فممكن تستغلوها على مستوى المصالحات او شراكة جديدة او تعزيز العلاقة ما بينكم وبين شركاكم بس برضو منقولك لا تنفعل وحاول انك ما تخلي الاكتئاب يسيطر عليك ركز على الايجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية واعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بدكوا تواصلوا الاعمال اللي بدأتوا فيها من قبل وانتمهوا لصحتكم لان القمر ما زال موجود في بيت الصحة وبيت العمل فاليوم ممكن بتهتم بمسائل لها علاقة بالعمل او تعزيز علاقتك مع الزملاء او يكون فيه تعامل لمسألة معينة بتتعلق باحد زملائك بالعمل ايجابية او سلبية او بعد موليد برج الجدي ممكن يكون عندهم مراجعات طبية او فحوصات او يشعر بعدم الارتياح الصحي رغم انه وجود القمر بهاي الوضعية اليوم ما بعطيني هاي النتيجة العالية يعني الامور الصحي نادرا جدا انه اشخاص يعانوا من وضع صحي بهاي الفترة ولكن حاولوا انه ما تسمحوا للواجبات بانها تتزامن او تتراكم عندكم انجزوا الاعمال اول باول وخصوصا الضروري جدا منها كون منظم احسن ادارة الوقت برضو ولا تهمل وضعك الصحي خذ قصة من الراحة من وقت لآخر وكون عند حسن الظن بدون انفعالات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر موجود في البيت الخامس يعني بيت الحب والعاطفة والحضوض فعشان هيك اليوم عاطفيا وماليا الاجواء ممتازة جدا برضو على مستوى الهوايات والتنقلات والزيارات والاتصالات عندك برضو ممتازة جدا علاقتك مع الاباء والابناء برضو ممتازة جدا مع الاحبة الاجواء نسبيا جيدة فعشان هيك بتصبح الاجواء اكثر سهولة ممكن اليوم يكون لك لقاء طارق مع احد الاخوة ممكن يكون لك مع احد الاحبة تهتم بنفسك تجميل هندامك لباس بكل الاشياء اللي انا ذكرتها فيها ايجابيات فلازم انك اليوم تتحرك وتستغل الفرص لانه هاي فرصة يعني كل شهر بتتكرر يومين وربع فحاول انك تتحرك اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت الرابع يعني اليوم الشؤون العائلية او الامور البيتية او احد افراد العائلة او الامور العقارية هي اللي بتكون مشغلة فكركم فعشان هيك اليوم كل يعني الامور اللي رحتينشغلوا فيها البيت والعائلة لا تتهربوا من المسئوليات حتى لو كانت هاي المسئوليات كثيرة نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير ما تبخل على عائلتك بالعطف والنصائح واللقاءات والاجتماعات والتواصل هاي فترة ممكن يصير في بعض الاعطال تصليحات تهتم بديكور باستئجار بيت بحل مشكلة الها علاقة بالبيت اللي انت فيه فترة ممتازلة هاي الأمور مناسبة برضو لأمور إلها علاقة بالارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية أو عائلية يعني كموضوع ينطرح الساحة يستفزك هيك وتخرج عن طورك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر